انظروا الآن كيف يتفرجون على ما يحصل من برلمان طبرق برلمان طبرق لا يزال يعطل ميزانية ليبيا كلها يعني ليبيا مشلولة أو هذا النصف العام الشهر السادس بدأ والميزانية معطلة يعني بالله عليكم هل يحصل هذا في أي بلد في الدنيا برلمان هو منتهي الصلاحية ويمدد لنفسه مرارا وتكرارا وبرلمان مختزل في شخص واحد عقيلة صالح والأغلبية لمدولة في طرابلس ساكتة لا تحرك ساكا لا تعترض ولا تنادي هذه البعثة الأممية الآن لو كان هي يمكن أن تصلح لأن تتدخل تدخلا إيجابيا حتى ولو كانت تريد أن تعتمد برلمان المنتهي الصلاحية يقولوا والله يحنين موجود في طرابلس ستين ولا سبين عضو وفي طبرق ما عاش فيه إلا واحد ولا خمسة ولا ستة فلماذا تسكت على تعطيل الميزانية هذه المدة كلها وما تحولها زي ما حولت عندما رادوا أن يعملوا مشروع حكمة الوحدة الوطنية أعملوا لجنة الخمسة سبين لماذا لا يحولونها الميزانية إلى لجنة خمسة سبين ولا يبتون فيها بأي طريقة لكن أي تدخل إيجابي هم في منأ عنه